تشتت في نواحي الأرض شملي هنا جسدي وروحي في العراق لأول مرة في إسطنبول يجتمع العرب في عرس القصيدة شعراء لم تمنعهم ظروف بلادهم من المشاركة وآخرون حضروا ليؤكدوا أن لغة الضاد قادرة على جمع ما فرقته السياسة المهرجان حقيقة فكرة رائعة وكان عندما أعلم عنها مدير المهرجان في البداية كانت أشبه ما تكن بالحلم لكن بجهود المخلصين أصبحت واقعا والحقيقة أننا سعدنا جدا بهذا المهرجان وكان لي شرف المشاركة ويقام المهرجان برعاية الجمعية الدولية للشعراء العرب التي أكد القائمون عليها أن المهرجان باكورة أنشطتهم أملين أن يجدوا من يقف إلى جوارهم مؤمنا بأفكارهم ليستمر ألق القصيدة صداحا من على منابر إسطنبول ندوات ثقافية وأخرى إعلامية كانت حاضرة في المهرجان حيث شاركت قناة الرافدين بورقة بحثية تتعلق بدور وسائل الإعلام العربية في خدمة المشهد الثقافي العربي عندما نريد أن أتحدث عن قناة الرافدين يريد أن أعطي شرحا موجزا عن بداية التأسيس كيف انطلقت ولماذا الأهداف السياسة قناة الرافدين قناة خبارية وأيضا تعنا بالمشهد الثقافي والشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية للعراق والدول العربية انطلاقتها كانت في العاشر من نيسان من عام 2006 كرد على الاحتلال الأمريكي البغيد للعراق المهرجان شارك به شعراء من العراق وسوريا والليبيا والسعودية والتركيا وفلسطين واليمن ودول أخرى وفيه أكد المشاركون على نجاحه متمنين أن تتوفر الإمكانيات اللازمة ليصبح دوريا ولا يتوقف هذه الدورة الأولى وأستطيع أن أقول في هذا اليوم الثاني والأخير من هذا المهرجان بأنه كان مهرجانا ناجحا بكل المقاييس والمعايير مهرجان الشعر العربي 2018 في إسطنبول يحمل شعار لأن الشعر يجمعنا وجاء ليؤكد على تمسك المثقفين العرب بهويتهم وأن ارتباطهم بالجذور مسألة مبادئية لا تنازل عنها ولهذا هم اجتمعوا آملين أن تتوفر لديهم أسباب تعينهم على النجاح كل هذا لإيمانهم بأن صوت الكلمة هو الأنقى في زمن تلوث بالدخان والبارود يا قادمين إلى الربوع تيمموا يا قادمين إلى الربوع تيمموا بالشعر إن الشعر روض جماني هل حدا؟ ترجمة نانسي قنقر ثقافة ثقافة قدриз تعلق بمستمعين ثقافة